هذا وقد عقد الرئيس السيسي والرئيس ذهاجن خشاتوريان قمة مصرية أرمينية في قصر الرئاسة في ييريفانا وصرح متحدث رئاسة أن رئيس السيسي أجرى مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرميني تبعتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين وثمان رئيس السيسي ما بلغته العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة مؤكدا تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من جانبه أشاد الرئيس الأرميني بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها مؤكدا حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها وأضاف متحدث الرئاسة أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك